الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزله من يرى في المنام أنه يزرع القصب علامة على تغيير الأحوال في حياته للأفضل الأيام القدمة والله أعلى وأعلم حلم زرع القصب الأخضر في المنام يكون دليل على الأفراح والسعادة القادمة لصاحب الرؤية والله أعلم من يرى في منامه القصب المزروع تكون إشارة على زوال الهموم والأحزان والاضطرابات في حياته والله أعلم رؤية القصب المزروع في المنام علامة على التخلص من الهموم والاضطرابات في حياة صاحب الرؤية من يرى في المنام أنه يقوم بجمع قصب السكر ولم يعجبه طعمه علامة على الضيق والانزعاج الذي يشعر به صاحب الرؤية هذه الأيام رؤية المرأة المتزوجة أنها تجمع قصب السكر في المنام علامة على زوال الهموم والأحزان من حياتها والله أعلى وأعلم حلم الرجل أنه يجمع قصب السكر في المنام تكون إشارة على الوظيفة المرموقة والصحة الجيدة لصاحب الرؤية والله أعلم حلم المرأة الحامل أنها تجمع قصب السكر في المنام يكون دليل على ولادتها السهلة المتيسرة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية حمل القصب في المنام إشارة على الخير القادم لصاحب الرؤية من يرى في المنام أنه يشتر القصب علامة على المشاجرات الكثيرة التي يقع فيها صاحب الرؤية مع أصدقائه والله أعلم حلم الرجل أنه يقوم بشراء القصب تكون إشارة على التفرق بين الأصدقاء والأهل خلال أيام مقبلة والله أعلى وأعلم شراء القصب في المنام دليل على الأفعال المتهورة التي يقوم بها صاحب الرؤية بشكل كبير والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته